موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم والبداية من صحيفة التايمز التي نشرت في افتتاحيتها تحت عنوان السياسة الغربية خذلت ضحايا الأسد تستهل صحيفة افتتاحيتها بالقول المعركة التي شنها النظام السوري على شعبه قبل ثلاث سنوات تسببت بكارثة إنسانية وترى الصحيفة أن عجز الدبلوماسية الغربية عن لجم إجرام نظام الأسد هو دليل على تخاذل القيادة الأمريكية وتقول أنه كان بالإمكان التعاون مع قوى علمانية داخل المعارضة السورية وتقوية المعارضة الديمقراطية لنظام الأسد لكن هذا يبدو الآن بعيد المنال ويتعين على الدبلوماسية الغربية الآن أن تقتنع بما هو متاح وتتطرق الافتتاحية إلى النفوذ المتنامي للاتجاهات الإسلامية داخل المعارضة السورية المسلحة وتأخذ مثالا عليها الجبهة الإسلامية التي ينضوي تحت لوائها خمسون ألف مقاتل والتي تقاتل من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا ما بعد الأسد وفي المقابل يتمسك نظام الرئيس الأسد بالسلطة المطلقة ويبد استعدادا لاستخدام الوسائل كافة من أجل ضمان ذلك أما الإدارة الأمريكية فتتعامل مع النظام بلين وعقب استخدامه للأسلحة الكيموية لم تلجأ إلى التعامل مع الجوهر بل مع المظاهر كما تقول الصحيفة كتب محمد علي فرحات مقالا في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان يوميات اللاجئين السوريين إن نطقوا قال فيه تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين السوريين عام 2014 إلى 4 ملايين إحصاء رسمي يميل إلى تقليل العدد ففي لبنان تحصل منظمة الدولية 800 ألف لاجئ في حين يفيض العدد عن مليون ومائتي ألف اللجوء السوري يبدو مؤقتا كما كان يبدو اللجوء الفلسطيني عام 1948 حتى أن كثيرين من الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب لبنان حملوا مفاتيح بيوتهم وكان منهم من يتسلل إلى بيته فيحضر بعض أواني المطبخ لكن نزحين آخرين قرروا العودة نهائيا وتحقق لهم ذلك ما بين 1948 و 1951 حين كانت إسرائيل جسما هلاميا لم يصلب عوده ولم يضبط حدوده ضبطا محكما ومن هؤلاء العائدين مبكرا أطفل محمود درويش الذي عرفه العرب والعالم فيما بعد شاعرا كبيرا يؤثر حتى في المجتمعات العبرية في إسرائيل اللاجئون السوريون سيئوا الحظ لأن وطنهم ساحة لدمار إثر دمار والدول العربية المحيطة به منكوبة بإداراتها السياسية والاقتصادية وتفسق مجتمعاتها والمجتمع الدولي غير قادر أو غير راغم على نجدة هؤلاء لأن لهم نظراء كثيرين في عالم يستيقظ وينام على الحروب الحروب الأهلية الطالعة من أفكار منتهية الصلاحية وعد مقالة مثقفين يتبادلون التهم ويوزعون معلومات ناقصة أو متحاملة ويتمسكون بأذيال سياسيين محدثي المال وعد شعراء وروائيين قلة يكتبون آلامهم مثل نزيه أبو عفش لا تجد بين اللاجئين السوريين هارون هاشم رشيد أو محمود درويش أو إيميل حبيبي أو سميح القاسم كما لا تسمعوا عن آلامهم أغنياتك التي قدمها الإخوان رحباني بصوت فيروز راجعون سنعود يوما جسر العودة إلى آخره إنهم لاجئوا الصمت صمتهم وصمت الآخرين حتى إذا مطقوا ذات يوم نطقهم الغريزي يكتب الانفجار هذا الشرق المرتجف عند فوهة بركان مشاهدين الكرام كتبت بهيا مارديني مقالا في صحيفة إيلاف تحت عنوان لا يمكن لجينيف اثنين أن يسلم السلطة من الأسد إلى الأسد قالت فيه يرى مراقبون حالة من الجمود في المواقف الدولية في طريق إلى مؤتمر جينيف اثنين رغم أن الوقت يضيع وموعد المؤتمر يقترب فما زالت المواقف الدولية حول المؤتمر تراوح مكانها وتدور في ذات الدائرة المغلقة من المواقف السابقة ما يجعل الحديث عن جينيف اثنين مجرد تصريحات إعلامية ويجعل التحضيرات الدولية لانعقاده تحضيرات زائفة أكثر منها عملية أو قابلة للتطبيق فالدعم الروسي لا محدود للنظام السوري والموقفان لبريطاني والفرنسي واضحان ضد بشار الأسد أما الموقف الأمريكي فملتبس في المقابل شكك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في جدوى عقد جينيف اثنين إذا لم يكن يتناول تنحي الأسد عن السلطة واعتبر أولاند أن مجرد الذهاب لمؤتمر جينيف اثنين من دون الدخول في مرحلة انتقالية في سوريا تشترط ذهاب الأسد لن يشكل نجاحاً في حد ذاته مؤكداً أن على جينيف اثنين أن يشكل بداية انتقال السلطة من الأسد إلى المعارضة وليس من الأسد إلى الأسد أما الموقف الأمريكي فملتبس إلا أن جل تركيزه هو أن يجر المعارضة إلى جينيف اثنين لأنه التزم مع الجانب الروسي بإقناع المعارضة بالقدوم على أن تتولى موسكو موافقة النظام من دون أي جهد مبذول من طرف واشنطن في ظل تسليم الدفة للروس لقيادة المرحلة نشرت وكالة رويترز تقريراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول تعمود قوات النظام قتل المدنيين في حلب جاء فيه نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالكارثة الجديدة التي حلت بحلب جراء القصف الجوي المتواصل على المدينة محملة القوات النظامية مسؤولية قتل المدنيين بل واتهمتها باستهداف متعمد لمناطق تؤويهم وصفت المنظمة يوم السبت عمليات القصف التي تقوم بها القوات النظامية على حلب بشمال سوريا بالعشوائية التي لا تميز بين مدني وعسكري معتبرة ذلك جريمة تتعمد استهداف المدنيين ونقل تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية عن الباحث أولي سولفغانغ قوله إن القوات الحكومية كانت تنشر الكوارث في حلب خلال الشهر الأخير تقتل الرجال والنساء والأطفال من دون تميز مضيفا أن سلاح الجو السوري إما أنه غير كفء إلى حد الإجرام ولا يكترث بقتل أعداد كبيرة من المدنيين وإما يتعمد استهداف المناطق التي يتواجد فيها المدنيون وخلص التقرير إلى أن القوات الحكومية استخدمت وسائل وأسالب حربية لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين فيما بدى في بعض الحالات أن تلك القوات تستهدف المدنيين وبناهم التحتية بشكل متعمد أو على الأقل لا تقصد هدفا عسكريا ظاهرا ونبدأ منظمة هيومن رايتس ووش بذلك مؤكدة أنه لا يجدر بالقادة العسكريين اعتماد سياسة تسمح باستخدام أسلحة متفجرة واسعة التأثير في مناطق سكانية نظرا لما يمكن أن توقعه من أذى بحق المدنيين مشاهدين الكرام وبالانتقال إلى موقع هبرلار الإلكتروني الذي نشر خبرا عن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي وقوله لاتفاق على دور إيران في جينيف 2 جاء فيه قال المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن إيران ما زالت تمثل معضلة أمام خطط عقد مؤتمر لإنهاء الصراع في سوريا في ظل استمرار معارضة الولايات المتحدة لمشاركتها في المؤتمر المقرر في الثاني والعشرين من كانون الثاني وأضاف المبعوث الدولي إن الحكومة السورية أخبرت منظمة الأمم المتحدة بأنها شكلت وفد للمشاركة في محادثات السلام في شهر كانون الثاني المقبل في سويسرا لكن المعارضة لا تزال غير مستعدة لتحديد أسماء موفديها وأضاف الإبراهيمي أنه بالإضافة إلى أطراف النزاع والقوى العالمية الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تتمتع بحقد النقد الفيتو فإن هناك خمسة وعشرين دولة معظمها إسلامية وأوروبية دعيت إلى المحادثات وحث الإبراهيمي جانبي النزاع على القيام بخطوات لإظهار حسن النوايا قبيل محادثات السلام مثل الإفراج عن من هم مسجنون أو مخطوفون من الأطفال والنساء والمسنين ورجال الدين المسيحي وقال الإبراهيمي عقب اجتماع تهضيري مع الممثلين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بإيران لم نتفق بعد مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض أن يتواجد هذا الحليف للحكومة السورية على طاولة المحادثات غير أن الإبراهيمي قال أنه سيواصل العمل مع المسؤولين الإيرانيين إذا لم توجه الدعوة لهم رسميا للحضور وأضاف إن المسؤولين أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون إن عدم حضورهم للمؤتمر لن يكون هو نهاية العالم وأنهم سيواصلون العمل معه ومن جهته حذر رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من أن مؤتمر جينيف 2 للسلام في سوريا لن يكون ناجحا إذا أكد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة وأضاف إذا كان جينيف 2 سيشكل تكريسا لسلطة بشار الأسد أو يؤدي إلى انتقال سياسي من بشار الأسد إلى بشار الأسد سنكون إزاء فرص قليلة لاعتبار أن هذا الموعد شكل الحل السياسي للقضية السورية وتابع في ظل هذه الأثناء بلغ الوضع في سوريا أكثر حالاته لجهة عدد المرحلين واللاجئين والأزمة الإنسانية وبالانتقال إلى صحيفة العهد التي نشرت مقالا تحت عنوان خلافات بين نظام الأسد وميليشيا حزب الله قالت فيه كشفت المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية بين الثوار وقوات النظام بعض الخلافات بين جنود الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني وأبو الفضل العباس العراقي التي تكبدت خسائر فادحة على أيدي أبطال الجيش الحر كما شهدت بعض المواقع تبادلا لإطلاق النار بين جنود ينتمون للطائفة العلوية وعناصر تابعة لهذه الميليشيات وتقول الصحيفة ظن النظام وأعوانه أن الثوار في الغوطة الشرقية رضخوا للواقع الذي فرض عليهم المتمثل بالحصار واستباحة جنود الأسد وشبيحته بعض البلدات والقرى ولم يتوقع هؤلاء أن تتوحد كتائب الثوار وتقوم بدك معاقل قوات النظام التي فرت عندما أحست أن الثوار مصممون على فك الحصار عن الغوطة ولم يكترث ضباط الأسد عندما انسحبوا مع جنودهم لمصير من جاءوا لنصرتهم من ميليشيا حزب الله ومرتزقة أب الفضل العباس الذين قتل معظمهم على أيدي أبطال الجيش الحر وأشارت عدد من وسائل الإعلام إلى أن هناك خلافات كبيرة بين ضباط كبار في جيش النظام وبين قيادات في حزب الله لا سيما بعد معارك الغوطة الشرقية والقلبون حيث يتعامل بعض الضباط مع ناصر الحزب على أنهم قدموا إلى سوريا للدفاع عن المقدسات مما يعني أنهم مستعدون للموت في سبيل هذه المقدسات ومن ثم عليهم أن يستمروا في القتال مهما حدث ولا يعترضوا على تصرفات بعض الضباط كما ذكرت بعض المصادر أن قيادات من حزب الله منزعجة من ماهر الأسد شقيق بشار لأنه لم يفي بوعده وقال مصدر مقرب من الحزب إن قادة الحزب أخذوا ضمانات من النظام وخاصة من ماهر الأسد أن مقاتلي الحزب سيكونون بالصفوف الخلفية لدعم جيش النظام وبالانتقال إلى مجلة عين المدينة التي نشرت مقالا تحت عنوان شبيحة المصريون يقاتلون مع الأسد قالت فيه شيء عجيب أن يبقى على وجه الأرض وفي القرن الواحد والعشرين مؤمن بالقومية العربية على طريقة مريدي جمال عبد الناصر وعجيب أيضا أن يكتسي هذا البقاء بصبغة التشيع لكن العجائب السيئة في تاريخ ثورة السورية كثيرة فمن يصدق أن شابا مصريا يغادر القاهرة لينضم إلى عصابة أسسها حزب الله وبأموال إيرانية تطلق على نفسها اسم الحرس القومي تتألف من مصريين وفلسطينيين وسوريين ويقاتل في صفوف هذه العصابة إلى جانب قوات الأسد ليلقى حتفه في معارك القلمون الأخيرة هذا ما فعله المدعو أحمد غازي عثمان وكتبت صحيفة العصابة المذكورة في نعيه يزف الحرس القومي العربي مجموعة الاستشهاد جول جمال إلى الأمة العربية استشهاد أحد قادته الشهيد القائد أحمد غازي عثمان أبو بكر الذي استشهد خلال خوضه أشرس المعارك بوجه العصابات الصهي وتكفيرية في القلمون على أرض الجمهورية العربية السورية بعدما قتل منهم مقتلة عظيمة ودفن هذا القتيل في جرمانا بريف دمشق توفيرا من قبل نظام الأسد لتكاليف نقل جثته إلى مصقة رأسه في القاهرة وتعرف الصحيفة ذاتها هذه العصابة بالقول الحرس القومي العربي هو إطار عسكري مقاوم يعمل في الجمهورية العربية السورية حاليا تأسس في شهر نيسان إبريل سنة 2013 على يد نخبة من الشباب القومي العربي من أقطار عربية عدة يضم حاليا أربعة كتائب عسكرية تحمل أسماء الشهداء القادة ودي حداد وحيدر العاملي ومحمد البراهمي وجه الجمال وتضم كل كتيبة خمسين مقاوما عرابيا كتبت حنين النقري مقالا في جريدة عنب بلدي تحت عنوان هوية جديدة أم شعب جديد قالت فيه هل هي مجرد مصادفة؟ ذلك التزامن التشريني ما بين إصدار نظام الأسد قرارا بنيته تغيير هوية شعبه السوري وبين إصدار الجماعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 في أواخر تشرين الثاني عام 1947 نتيجة لكل هذا نسمع اليوم عن فلسطينيي الثمانية وأربعين وفلسطينيي الخط الأخضر ونرى الخريطة الفلسطينية مقسمة بشكل واضح متزايد لصالح اليهود مع مرور الوقت نسمع عن عائلات فلسطينية مشتتة بين ضفة غربية وقطاع غزة وأراضي إسرائيلية لا يتمكن أفرادها من زيارة بعضهم فكل منهم يخضع لسلطة مختلفة ليس عبثا تاريخيا أن نستذكر هذه الأحداث فقرار نظام الأسد بتغيير الهوية السورية حيث أقر مجلس الشعب موازنة وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجديدة الذي يعلل النظام خطوته هذه بأنها مشروع جيد ومهيئ للإقلاع بمشروع الحكومة الإلكترونية وإدخال البصوات الإلكترونية على البطاقة منذ بداية الثورة ومشاريع التقسيم والتهديد بها تطرح كل فترة لكن برأيي فإن مشروع تجديد الهوية الشخصية هو أول خطوة لتطبيق هذا التقسيم بشكل عملي هوية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام ولمواليه وللمرتزقة من جسيات أخرى بين صفوف جنده تجعل منهم خارج هذه الدائرة دون هوية أو جنسية سورية حتى وتجعل الحصار المفروض عليهم مضاعفا بسبب عدم حملهم لهذه الهوية يتبجح البعض ممن لا يعطي الأمر أهميته ولا يرى مخاطره في صفوف المعارضة يتبجح بإمكانية إصدار هوية شخصية للمناطق المحررة وكأنها مباراة أو سبق لمن يغير هوية من علما أن الأمر غير ممكن من الناحية العملية إذ تشكل هذه الهوية الثورية حال إصدارها مصدر خطر على حاملها في حال سيطرة النظام على أحد المناطق الخاضعة للمعارضة وهو أمر نراه كل يوم بين كر من هذا وفر من ذاك كما أن إصدار هوية ثورية هو ترسيخ للتقسيم الذي يدعو له النظام بخطوته هذه الأمر جدي وهم فهل ستتخذ حياله إجراءات حاسمة من قبل العالم والمعارضة؟ أم أن سيناريو الشجبي والإنكار سيتكرر؟ لتصبح على أرض واحدة شعبين بهويتين وتحت حكمين وبين نارين بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر